اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وهذا الدرس آخر درس رمضاني في العدد الكرآني هنا لابد من مقدمات سريعة على أساس أن هناك بعض الناس قد يدخل لمثل هذه المحاضرة أو غيرها وما عندوش خلفية سابقة ما يسمى بحساب الجمل العرب قبل الإسلام أعطت كل حرف من حروف أبجد هوز حطي كلامه إلى آخره أعطت قيمة عددية هذا قبل الإسلام وكان يستخدم مثل هذا الحساب في التأريخ فكانوا مثلا إذا أردوا أن يؤرخوا لمعركة ما يقولون الأشعار ثم عبارة محددة لو حسبناها يتبين وقت حصول المعركة أو تأريخ لأبنية قديمة إلى آخره هذا باختصار والقضية الثانية هي مسألة الميزان 456 هذا العدد الذي تم استكشافه من القرآن الكريم تقريبا هناك محاضرة ما يقرب من سعتين إلا ربع تبين أو نبين كيف تم استكشاف العدد الميزان 456 مش فقط طبعا 456 بل أيضا جمله 456 اللي هو يعني 1548 على أي حال من بعد اكتشاف هذا العدد الميزان تقريبا كل المحاضرات كنا نستخدم الميزان 456 في التطبيقات كما سنرى أيضا في هذا الدرس إن شاء الله طيب أيضا لا نزال نتحدث في الأعداد التي لها علاقة باحتمال زوال إسرائيل دولة إسرائيل يعني إسرائيل 2022 ميلادي الموافق 1443 هجري يعني بمعنى آخر بعد سنة ممكن تبدأ الأحداث إذا حصل لأننا ما قلناش مئة بالمئة بس عن نسبة كبيرة خصوصا أنه الذين يشاهدون الحلقات من 1992 إلى اليوم والدراسات المستمرة كثير منهم يجزم بالحصول لكن بما أنها مجرد أرقام وأعداد ونظم وليست كلام صريح في حصول زوال إسرائيل لذلك دائما نعطي نسبة 95 96 97% إلى آخره احتمال طبعا كل ما اقترب الوقت بيصبح الناس في شك من أمرهم وهذا اليوم كثرت الأسئلة خصوصا أنه كما قلنا بقي أقل من شهر لبداية الاحتمال بداية الأحداث في فلسطين سنة كل شهر آه سنة سنة فخليك متبع يا عماد لأنه مرات ممكن يمرق مثل هيك التلام طيب فاليوم إذن نحن كان في عندنا حلقة سابقة درس سابق والآن نكمل ركز لي عماد على اللوحة هون قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إذن هذه العبارة مأخوذة الآن من الآية السابعة من سورة الإسراء لأنه فواتح سورة الإسراء تتحدث حول نبوءة كانت في التوراة وأنزلها الله سبحانه وتعالى في القرآن وعد الأولى وعد الآخرة وفي تفسيرنا جيب عندي عماد خلينا برضو جيد نيل فتنتباه الناس هو هناك في اليوتيوب في اليوتيوب قناة إسلام نون ما أناش إحنا على فكرة قناة رسمية غيرها إسلام نون أما في كثير ناس بيخذوا بقطعوا كذا الأخير ما لنا علاقة إسلام نون في القناة في تحت عنوان نظرات يعني في فواتح سورة الإسراء أكم درس سبعة أو تمانية واحد متسلسلات من واحد إلى تمانية الآن يضاف إله كان كنا معطين درس اللي هو تحت عنوان وعد الآخرة هذا بيجي التاسع مكمل بيجي التاسع مكمل بعد ما يأخذ الناس فكرة عن نبوء الآن بيجي تطبيق في مسألة العدد الآن هنا الآية السابعة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وأن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة لاحظ فإذا جاء وعد الآخرة المرة الثانية التي نعتقد أنها هاي المرة وبينا هذا في التفسير فإذا جاء وعد الآخرة طيب ركز هناك ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المستد كما دخلوه أول مرة كم جملها هاي الفين وواحد الفين وواحد الجمل الجمل الفين وواحد يعني منعوض محل كل حرف قيمته مثلا لو تلفت النظر لاحظ كيف مكتوب ليسوءوا ليش نكتبها بهذا الشكل لأنه إحنا بنكتب وفق الرسم العثماني فهون مكتوبة بهذا الشكل حتى يمكن حسابها جمل إذن هون اللام تلاتين الياع عشرة السين ستين الهمزة واحد الواو ستة الألف واحد إلى آخره مجموع الجمل كم يا عماد الفين وواحد ما هو الفين وواحد هو المسجد الأقصى فلسطين الفان واثنان وعشرون إذن الفين واثنين وعشرين جملها الفان واثنان وعشرون الف واربعمائة وواحد جيب هنا برضو يا عماد الفان واثنان وعشرون هي الحقيقة كلمة اثنان لم تلت في القرآن إلا مرة ويبدو أنها كتبت في المصاحف بطريقتين مع أنها هي مرة واحدة في مصحف دون ألف اثنان اثنان بعد النون ما فيش ألف وفي نسخة ثانية بألف فإحنا طبعا دائما في البحوث العددية نضع القواعد نضع القواعد ونلتزمها دائما نلتزمها دائما فإحنا أخذنا الرسم اثنان دون إيش دون ألف فطلع ألف واربعمائة وواحد يعني يعني مثلا ألف واربعمائة واثنين عمرنا ما اعتمدناها بأي حال من الأحوال بنظل ملتزمين بهذه القاعدة نفس الشيء فإيش قصدت بمصحف ثاني آ آ ما هي ممكن توزعت الكتابات يعني في مصحف اثنان بألف ومصحف ثاني اثنان دون ألف خصوصا أن المصاحف تكتب موافقة لكراءات ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بس إذا بتلاحظ كلمة اثنان ما لهاش علاقة بالكراءة يعني مثلا كلمة قارون ممكن تجدها بوارش قاف وألف ورا ووا ونون لكن في مصحف رواية حفص عن عاصم بين أديننا دون ألف دون ألف ما فيش ألف وهكذا فإحنا اخترنا إذن اثنان نفس الشيء فكرة اللي بنتبس على كثير من الناس تعبير للميلاد إحنا دون ألف نأخذها لسبب شرحته سابقا لسبب شرحته سابقا طيب الآن إذا انتبهت الجمال ما هو الكلام عن وعدة الآخرة المسجد الأقصى فلسطين 2022 طيب ممتاز هون بدنا ندخل في في موضوع الكواسم بيمكن نكون بعض الناس على فكرة لأول مرة بيسمع موضوع الكواسم جيب عندي يا عماد بدي أغلبك اليوم في الموقع اللي سبق عشرنا اللي هو Numbermatics Numbermatics هذا لما تدخلوا بالإنجليزي فيه خانة تضع فيها أي عدد Go تمام بعطيك الكواسم كيف يعني الكواسم زي ما سابقوا لنا مثلا مثلا العدد خمسة كواسمه خمسة وواحد بيقسم على خمسة بيقسم على واحد هذه المجموعة الكواسم ستة طيب نيجي نيجي مثلا لأربعة كواسمه واحد واثنين وأربعة إجمع أيوة إذن كواسمه سابعة مثلا تمام هذه الكواسم إذن بدخل عدد نفسه في الكواسم العدد نفسه بدخل في الكواسم لأنه لما تكسمه على واحد بيطلع هو نفسه تمام طيب الآن العجيب إنه قضية الكواسم إحنا تحدثنا فيها في أكثر من درس فإشي لافت لانتباه إنه كيف بيحصل هذه الصدف في موضوع الكواسم آه هو أن ممكن نقوله طب إيش القصة أيوة هو في النهاية في النهاية من خلال المحصلة في الدروس العدد بشكل عام سواء كان متعلقة بـ 2022 أو لا بدأ يتضح لدينا إنه هناك قضية القدر اليوم ممكن أنت تبدأ تشوف إنه نظام وبالتالي يبدو الناس يدركوا إنه فعلا هم مش هم المتصرفين في التاريخ وتسير الأمور ويأذن سبحانه وتعالى أو لا يأذن هناك سيطرة كونية هناك سيطرة كونية إنه إحنا بتحدثنا مش بس بالقواسم وفي قضايا ثانية مثلا في الدرس ماضي تحدثنا في قضية العداد الأولية إيش عجيب هون بدنا نأخذ قواسم الآن بدنا نأخذ قواسم العبارة التالية فإذا جاء وعد الآخرة هون كرئة كرأتين أقصد الآن بدنا نتعامل مع كرأتين على كرأة ورش فإذا جاء وعد الآخرة يعني ما فيش همزة فإذا جاء وعد الآخرة هذه بتطلع 1704 تمام طيب وعلى رواية حفص عن عاصم فإذا جاء وعد الآخرة آ إذن بيزيد واحد بيصير 1705 الآن بدنا نشوف كواسم 1705 وعلاقتها دقيق الآن علاقتها لوعد الآخرة قلنا اللي هو هذا زوال إسرائيل في مثل هذا الزمن بدنا نشوف علاقة كرأة رواية حفص عن عاصم ورش 1705 1904 طيب نشوف نشوف كواسم 1705 فإذا جاء وعد الآخرة قدش الكواسم يا عماد 2304 طبعا داخل فيها إيش 1705 طبعا من ضمن الكواسم 2304 2304 لاحظ لاحظ هاي كرأة ورش فإذا جاء وعد الآخرة المسجد الأقصى فلسطين انتبهت الجمال إنه كواسم فإذا جاء وعد الآخرة هو فإذا جاء وعد الآخرة هاي كرأة ورش المسجد الأقصى فلسطين طيب وإيش هو كمان هذا يا عماد 223 هذا مش المسجد الأقصى هذا الأقصى 1443 واربعون للهجرة إذا 1443 كجمال كيف قلنا هون 2022 هون إيش الأقصى 1443 واربعون هون إيش للهجرة شو أعطاني نفس القواسم طيب نجمعهم الآن نجمع هذه فإذا جاء وعد الآخرة مع إيش ليسوك آآآآآآآآآآآآآه طبعا لهذه العبارات أجزاء منها إحنا كنا ماخدينها أصلا تفاصيل درسين على قراءة حفص وعلى قراءة ورش ساعة أولى على قراءة حفص وعلى قراءة ورش ساعة ثانية على قراءة حفص وعلى قراءة ورش موجودة من زمان من سنين بس الآن لاحظ الآن بدنا نأخذ العبارة كلها ولذلك شو عملت جمعت دقيق معي هنا شو عملنا جمعنا جمع العبارة جمع العبارة فإذا جاء أوعد الآخرة مع ليسوء وجوهكم يعني صارت العبارة كاملة شو كان المجموع 3705 أيوة 3705 الجميل في الموضوع إنه إذا تعلم هاي أول تطبيق هنا للعدد إيش الميزان 456 إذن من نقص مشان نستكشف بعض أسرار هذا العدد بالعدد الميزان فنقصنا من العدد شو أعطاني يا عمد 3249 3249 وهو شوف الجميل وهو الأرض المباركة الأرض المقدسة بيت المقدس الأرض المباركة الأرض المقدسة بيت المقدس جيب عندي هون إحنا عصنا في البحوث كلها نستخدم 3 لاحظ فتح الأرض المباركة فتح الأرض المقدسة فتح بيت المقدس فتح بيت المقدسة هون إذا بطلحه التحديد تحديد بشكل آه بيت المقدس يعني هيك بيت المقدس الأرض المباركة الأرض المقدسة والله سبحانه وتعالى بارك أصلا لاحظ هو بيت المقدس إيش المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ويا قوم يدخلوا الأرض المقدسة فهي تعبير الأرض المباركة ومقدسة إله وبيت مقدس البيت مقدس طبعا مش تعبير قرآني بيت المقدس تعبير تلأ حديث الشريفة وألفاظ الصحابة بيت المقدس يعني البيت المقدس وسميت المدينة باسم المسجد لأن الأصل بيت المقدس المسجد الأقصى فهون لحظت الجمال طلع تعريف كأنه كامل بيت المقدس الأرض المباركة الأرض المقدسة هذا لما فحصنا بالطيب شوه كمان يا عماد لما نأخذ شوف الآن شو بدأعمل هذا إيش إذا بتتذكر الآن هذا كواسم إيش فإذا جاء وعده الآخرة فإذا جاء وعده الآخرة بدنا نضيف له إيش عماد نضيف له إيش 2022 شو في الجمال شو طلع طلع مجموع الجمل مجموع الجمل إذن لما أخذنا القواسم قواسم هاي القواسم فإذا جاء وعده الآخرة شو أضفنا لها 2022 2022 شو أعطاني أعطاني جمل هذا كله زائد لاحظ فإذا جاء وعده الآخرة ليسوء وجوهكم إلى آخر تمام شفت الجمال طب وإذا أضفنا 1443 مش هذا 2022 وهذا 1443 منضيفها لنفس إيش القواسم هذا مش أن يؤكد موضوع القواسم لاحظ شو أعطاني يا عماد 412 وما هو لاحظ بيت المقدس 2022 1443 إحنا قبل شوي كنا نقول بيت المقدس بشكل بيت المقدس الأرض المقدسة الأرض المباركة أو العكس الأخيري حلقيت الآن بيت المقدس 2022 1443 انتبهت الجمال؟ طيب هون ليسوء وجوهكم الآن بدأ نخذ العبارة هاي يا عماد اللي فيها دخول طيب واضحة هون مسألة الدخول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة نشوف وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة كامل جمال يا عماد؟ 1813 أيوه طيب كواسم العدد 1813 اللي هو جمال وليدخلوا المسجد يعني يعني قضية الدخول المسجد وحصول الحدث دخول المسجد وحصول الحدث تمام؟ قدشت كواسمه يا عماد؟ 2166 مألوف طبعا أيوه شوف الجمال الآن شوف الجمال هذا هو 2022 للميلاد 2022 للميلاد شفت الجمال؟ طيب الآن بدنا نضيفه لكواسمه وجيب هون الجملة للقواسم هون 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 طبعا هذه العملية مش كثير مريحة نضيفه لكواسمه ليش؟ لأنه أصلا هو موجود في كواسمه فهذه يعني ننبه إنه مش كثير قوية إذن الآن أضفنا لكن هاي عملية رياضية بدنا نشوف عملية رياضية من نضيفه لكواسمه طب هو موجود بالكواسم أصلا ممكن شو الناس يردوا عليه شو يقولوا لا أنت أنت بتضيف الجمل الجمل لا 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 الكواسم أنت بتضيف الجمل لا الكواسم بمشي قديش بطلع يا عماد المجموع 3979 وهو هذا وعثريته بدنا نفحصه بايش الميزان الميزان 450 زي ما عملنا قبل شوي لما فحصنا هون تمام شو طلع لما نقصنا يا عماد 3523 3523 وهو بدي تنتبه أنه بنقسم مرتين هاي فاتح الأرض المقدسة وهاي فاتح بيت المقدس العجيب أنه فتنتين فاتح والناس بتهتم مع فكرة أنه هل يشير هذا إلى الفاتح ولا شو إحنا مش معنيين بالأشخاص بس بس لاحظ أنه مش والله جت هون فتح الأرض المقدسة وهون فتح بيت المقدس لا فاتح فاتح طيب نجل الأولى فاتح الأرض المقدسة المسجد الأقصى الفان واثنان وعشرون أما فاتح بيت المقدسة المسجد الأقصى الف واربعمائة وثلاث واربعون هجري أنت بس الجمال بنقسم هو نفسه العجيب بهذه الطريقة إذن فاتح فاتح الأرض المقدسة المسجد الأقصى الفان واثنان وعشرون فاتح بيت المقدس المسجد الأقصى الف واربعمائة وثلاث واربعون هجري تمام يا عمد طيب تمام طيب الآن انتهينا من هذا المسألة ها طيب الآن وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذه جمالها يا عمد بس الآن ديش تحدث عن جمالها جمالها تسعمائة وتسعة بعد شوي ممكن نذكر جمالها تسعمائة وتسعة واحنا سبق تحدثنا في هذا الموضوع تسعمائة وتسعة ودخل في قضايا كثيرة لكن هون الآن أشياء جديدة تمام ايش هي الأشياء الجديدة انه كنا زمان احنا ماخدين جمال وكان حقا علينا نصر المؤمنين تسعمائة وتسعة تمام ولكن الآن بدنا نأخذ ترتيب هذه طبعا في صورة الروم تعقيب في صورة الروم في آية في صورة الروم بدنا نأخذ ترتيب الكلمات وكان حقا علينا نصر المؤمنين في بين كلمات سورة الروم نشوف هذه الكلمة وكان ترتيبها قديش في صورة الروم يا عماد مية وعشرين إذن هي الكلمة ستمية وعشرين من بداية صورة الروم اللي بعدها طبعا واحد وعشرين تنين وعشرين تلات وعشرين أربعة وعشرين أكب كلمة هما واحد تنين تلاتة أربعة خمسة هون اللافت على فكرة إيش الوسط هو ستمية وعشرين بين هن طيب المجموع كم يا عماد تلات تلاف مية وعشرة تلات تلاف مية وعشرة فما هو تلات تلاف مية وعشرة فتح هاي فتح المسجد الأقصى فلسطين الفين واثنين عشرين الفين واثنين وعشرين طيب ما هو ما هو جيب عندي ما هو المسجد الأقصى الله صحة تعالى إيش قال المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إذن لو جيت أنا قلتك الذي باركنا حوله شو بتقولي المسجد الأقصى المسجد الأقصى فإذن شوف العدد نفسه إذن فتح المسجد الأقصى فلسطين الفين واثنين وعشرين برضو شو بيعطي نشوف يا عماد الذي باركنا حوله فلسطين 1443 1443 يعني 1443 1443 الآن بدنا نعمل ايه زي ما عملنا هناك نفحص بايش بال406 و50 تمام هاي 456 وهاي 456 لأنه هذا بدل على صدقية 456 شو اعطاني يا عماد 2654 إذن لما خصمنا 456 اعطاني 2654 فما هو 2654 هو فتح 2022 للميلاد للميلاد لطيف ممتاز طيب هذا نفسه 311 وعشرة ومن حقناش ننسى إنه هو ترتيب كلمات ايش وكان حقا علينا نصره المؤمنين طيب شو رأيك نجمع الترتيب الكلمات مع ايش جملهن جيب عندي هذا جمع جمع ترتيب الكلمات يعني ترتيبهن في داخل الصورة مع جمل هذا استخدمناه في الكلمة الوحيدة زي كلمة مثلا الكلمة اللي ترتيبها في سورة الإسراء 361 اللي هي جمل المسيد الأقصى أخذنا الترتيبها مع جمل الكلمة شو طلع أخذنا مثلا الكلمة اللي ترتيبها في سورة الإسراء 1063 الذي باركنا حولها إذن المسيد الأقصى وشوفنا شو شو الكلمة جملها والكلمة 1063 وشو جملها وبدأنا نعقد علاقات هذه جميلة جدا كانت طيب الآن هون جمعنا وكان حقا علينا نصل المؤمنين جمل 999 مع ترتيب الكلمات شو أعطاني يا عماد 43 19 ركزت هناك أربعة ها مركز تمام أعطى هذا فما هو هذا فاتح الأرض المقدسة 15 شو بذكرك 15 يا عماد فتح عمر بالهجري فتح عمر المخطاب بالهجري و583 فتح صلاح الدين بالهجري و1443 فتح 2022 بالهجري وهذا كله اسمه إيش هجري هاي هجري إذن فتح الأرض المقدسة 15 580 1443 هجري ما هو كان حقا علينا نصل المؤمنين مش بس المؤمنين يعني في 2022 عشرين يا عماد و1443 ما هذا المتعلق بالفتحات الثلاثة بعد الإسلام للأقصى فتحات الثلاثة عمر وصلاح الدين وأبصر مين طيب طيب نشوف جيت قمت بالعمليات التالية يا عماد لاحظ عندي طبعا قصد أبين مسألة قلت إنه هذا العدد اللي هو هذا كان لازم ألوانه بالأزرق مش قضية لغو ترتيب الكلمات مع الجملة أيوة أنقص منه فتح الأرض المباركة تمام شو أعطاني 2201 2201 طيب ما هو 2201 هو نفسه لو نقصت أنت ترتيب الكلمات من الجملة وجمالهن هناك كان في علاقة زائد هون هون علاقة زائد صح طب والعلاقة النقص وإذا بيهب يعطينا إيش نفس اللي أعطانا لما قمنا من هذا فتح الأرض المباركة مشيك طب شو السر يا عماد أنا بيّنت هون السر للناس إنه فتح الأرض المباركة إذا بتقسمها لتنين تطلع جمل وضع في الجمل جمل وكان ضع في الجمل لأنه بلاش يجي ناس أذكياء رياضيا نقول لك يا شيخ أنت خدعتنا لا هو هاي قصة إنه لما هنا خصمنا من المجموع فتح الأرض المباركة أعطانا هذا ثم لما خصمنا من الترتيب الجمل أعطانا هذا طب كيف يعني آه لأنه فتح الأرض المباركة في حقيقتها لما تقسمها لتنين هي نفس هذا طيب هون بدنا ندخل الآن في الجمل جمل وكان حقا علينا نص المؤمنين بس جيب عندي هون يا عماد وفي حلقة سابقة احنا بينا إنه بدناش نطيل ما يقرب من ساعة آه بدنا تقريبا يعني ما يقرب من نص ساعة أو أكثر شوي الدرس اللي ماضي أخذ أظنني أربعين ليش ليش صورنا الآن بدنا لأنه حتى الناس تركز لأنه هذه هالي بدها يبدو توقف والناس تذكر فالدروس الطويلة بنفروا منها الناس فيعني اختصرنا نص ساعة على أربعين الآن أظنني بعدنا ما وصلناش نص ساعة يعني إلى أربعين بيمشي الحال تمام الآن شوف يا عماد آه هون في ملاحظة أخ اسمه عبد الرؤوف آه ممكن هاي تطول شوي بس خليني آه هون هون إذا ضفت على فكرة يا عماد شايف هاي تسعمية وتسعة جيب عندي اللي هي تسعمية وتسعة وكان حقا عليه نصر المؤمنين انت ما شرحتش هنا كنت معك أنا آه هذا جمل أيوة هون هون آه هون إحنا نبدأ أيوة هون إذا نبدأ شو جملها هاي تسعة ومية وتلقى عشر جمل إيش يا عماد دقيق عندي هون هون جمل إيش هذا جمل تسع 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 مئة وتسع إحنا على فكرة مئة هي تكتب ماء ولا تلفظ ماء بغلط الناس لما بقولوا ماء هي دائما تلفظ مئة وتكتب في المصحف إيش ماء ويجوز في الكتاب العادية تكتبها بألف ودون ألف بس في المصحف دائما ماء بألف فإحنا بنمشي في الجمل آه ودائما نذكر على فكرة آه التزمنا دائما في الجمل الأعداد التذكير كيف يعني بنقول تسع ماء هي مش في اللفظ في الكتابة وتسع مش وتسعة هذه قاعدة مستمرة مش مشان من آه طيب وتسع شو طلع جمال تسعمية وتسعة تسعمية وتسعة تسعمية وتلطيف لطيف ألف ومية وتلطاش طيب الألف ومية وتلطاش شو علاقتها بهذا اللي هو أصلا الفرق بين ترتيب الكلمات والجمل الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين لاحظ شو عملت ألف allem الفين ومية وتلطاش فتح المسجد الأقصى فلسطين كم اعطانا 1980 فتح المسجد الأقصى فلسطين والجميل جدا اللي سبق أنهم عرفوا أنه لما ضيف وكان حقا علينا نصر المؤمنين لجملها يعني جمل جملها جمل 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين مع جمل الرقم مع جمل 909 شو أعطاني يا عماد هذه لطيفة 2022 وانت برد لطيف فالآن تمام الآن طبعا لاحظ هنا بدناش أن هاون في قضية طويلة عريضة وهاي كمان قوية بس بس بديش أستعرضهن يا عماد عرف ليش بديش أستعرضهن لأنه ممكن بعض الناس يستعجل وصير بده يفهم لحاله يعني يوقف الشريط في ناس بيحبه كتير ما بيصدقه بصير بده يوقف الشريط ويدرسه ويشوف لا بنشرح راك إحنا في الدرس قادمة إن شاء الله بس الآن القصد إنه ما نطولش واحنا في رمضان إن شاء الله بيكون عندنا أربعة يعني أربعة دروس ها هذه الدروس في العدد وممكن تصير خمسة أساس في العيد ممكن تمام وإن شاء الله في رمضان القادم ما أظن شي يلزم في رمضان القادم ما أظن شي يلزم لأنه الزعم اللي اللي نزعمه إنه في احتمال الآن يكون الأحداث قد انتهت في نهاية شهر ستة يعني معناته رمضان القادم بيكون أول أربعة في أول المعمعة إذا حصلت فبالزمش يعني وإذا ما هذه مسألة كما قلنا دائما هي مسؤولية اللي بيشاهد اللي بيشاهد خصوصا صرنا نزلين يعني محاضرات كثيرة جدا مختلفة من زوايا مختلفة اللي بيشاهد وبدرس هو اللي بيستطيع يتوقع إنه شو احتمال هذا وخصوصا إنه قلنا إنه هي نظم لا أكثر ولا أقل لكن فيش كلام صريح صريح يقول تزول إسرائيل 2022 هيك صراحة لا لا هي النظم الموجودة هي اللي أعطتها الكلام وخصوصا إنه 2022 مرتبط بالفتوحات السابقة بشكل قوي يعني 636 عمر 1187 صراح الدين 2022 ميلادي وهجري فيه ارتباط وثيق فيه ارتباط وفيه نظم فبالتالي زي اللي كان فيه مثال خمسة عشر آآ آآ مثل ورد ورد مثال في علاقتها بخمسة عشر آآ كثير العلاقات طيب حتى لا نطيل إن شاء الله نلتقي فيه درس جديد في رمضان برضو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر